أعلنت جمعية النجاة الخيرية الكويتية عزمها على بناء مدينة سكنية لأولاد الشهداء في مدينة تعز وبحسب مدير ملف اليمن بالجمعية إيهاب الدبوس فإن الوفد الكويتية الزائر التقى مدير عام الهيئة العامة للأراضي في المحافظة عبد الرحمن حاشد وذلك من أجل العمل على استكمال مشروع بناء المدينة السكنية لأولاد الشهداء المحطة الأولى كان مخيم للعيون فعلناه في عدن وفعلناه في حضرموت وفي صنعة وفي الحديدة والمرحلة الثانية الآن توزيع المواد الرز قبل رمضان الشهر الكريم وعندنا افتتاح بناء منزل الأسرة أيتام ووضع حجر أساس لدار الأيتام والكشف عن أرض لبناء قرية للأيتام إن شاء الله اشتركوا في القناة